زيارة هي الأولى لوزير النقل صالح الجبواني لمدينة سيئون بحضرموت أعلن خلالها مجموعة من المشاريع أهمها البدء في تأسيس مطار سيئون الدولي الجديد في الهضبة الشمالية وتأتي هذه الخطوة نظرا لضيق مساحة مطار سيئون وموقعه بالقرب من المدينة والمنازل السكنية وأعلن الجبواني عن تقديم مستثمرين من حضرموت بإنشاء شركة طيران تسمى بطيران الحضرمية والتي بدورها ستنشط الحركة الملاحية الدولية وستساعد في تطوير قطاع الطيران في البلاد وافقنا هذا اليوم على إنشاء شركة حضرموت للطيران وسنبدأ باستكمال الإجراءات القانونية وسوف ترون بالأشهر القليلة القادمة هذه الشركة بطيرانها تعمل على مطارات الجمهورية اليمنية منفذ الوديعة هي الوجهة الأخرى لزيارته حيث وضع حجر الأساس لمشروع النافذة الواحدة بتمويل ذاتي من إرادات المنفذ وسيعمل هذا المشروع على نقل المكاتب وأماكن تخليص المعاملات الجمركية إلى موقع جديد يضم كافة دوائر فروع الوزارات كما تجري تنسيقات مستمرة من قبل وزارة النقل وسلطة المحلية بوادي حضرموت لإنشاء منطقة تجارية حرة بين اليمن والسعودية والذي سيسهم بشكل كبير في رفع إرادات المنفذ سبقا قد تم رفع قبل أيام قليلة من قبل الأخ معالي وزيري إلى الأخ الدكتور معين رئيس المزراء بنهاء الترتيبات اللازمة على بعض الترتيبات المشروع الأخيرة لا شك أن هذا سيعطي الميناء رفدها استراتيجية مهمة جدا في تحسين الحركة والخدمات داخل الميناء ساهم منفذ الوديعة البري ومطار سيئون الدولي خلال الأربع السنوات الماضية في تخفيف الكثير من المعاناة على المواطنين من بينها عدم توقف الحركة الملاحية منذ بداية الحرب أما منفذ الوديعة فقد بلغت إراداته خلال العام المنصرم إلى 32 مليار و25 مليون ريال سعودي ساهمت هذه الإرادات في رفد ميزانية الدولة ودفع رواتب الموظفين في محافظة حضرموت حداد مساعد قناة بلقيسة حضرموت